تعالوا نشوف الأسواق تم فتحها أمام الصادرات الزراعية ولا لا يعني هل أنا صادراتي الزراعية زادت ولا سبتة من حيث الحجم التصديري ومن حيث العائد التصديري تعالوا نشوف عندي كام منتج زراعي 405 منتج زراعي بيتم تصدرهم لمية وستين سوق وصولا لعام عشرين تلاتة وعشرين طب هل زيادة الصادرات الزراعية محدودة ولا سبتة ولا قلت لقدر الله أقول لك لا دي زيدة أكتر من 51% نسبة زيادة الصادرات الزراعية إزاي الكلام ده يوسف قولك في 2014 كنا 403 مليون طن لكن في 22 بقينا أسف 34 مليون طن أصبحنا في 22 ستة ونص مليون طن وعندي خمسة مليون طن تقريبا إجمالي صادرات مصر الزراعية في الفترة من 20 من يناير واحد يناير عشرين تلاتة وعشرين والحد آخر شهر يوليو عشرين تلاتة وعشرين يعني هقول في السبع شهور الأولانين كانوا خمسة مليون طن احسب تقدر تعرف تقريبا حجم التصدير ممكن يوصل قد إيه لحد يوم 31 ديسمبر إن شاء الله الشحن الجوي أيضا أصبح طرفا رئيسيا في عمليات الشحنة المنتجات الزراعية سريعة التلف علشان نقدر نحافظ على حصة تصديرية متنامية بالمناسبة لمصر للدول الأوروبية طيب في منظومة للمرأبة بشكل كبير تم رفع هذه المنظومة وتحدثها وحصول كل المعامل التابعة لوزارة الزراعة ومعامل الفحص لمتبقيات المبيدايات علشان نقدر يبقى فيه عندنا شهادات اعتمادات دولية شهادات أيزو فتصبح أو يصبح كل ده متوازن ومتفق مع مرجعيات الاتحاد الأوروبي بالتحديد يعني صدراتك متفقة مع مرجعيات ومعايير الاتحاد الأوروبي وهي الأعلى بالمناسبة على مستوى العالم طيب القدرات التسويقية بتاعت صغار المزارعين 71 مليون دولار هي قيمة تمويل المشروع من قبل صندوق التنمية الزراعية إيفاد طيب ايه الهدف الهدف هي رفع قدرات التسويقية لصغار المزارعين عندنا هنا في مصر يتم ربطهم بالسوق الخارجي والمصدرين ومن ثم زيادة دخل حوالي نصف مليون مستفيد منظومة التكويد والتتبع لكل المزارع والمنشآت التصديرية فعندنا القرار رقم 386 وهو المعني بهذا الأمر بحيث أن أنا أكود كل من يريد أن يصدر لخارج البلاد وعندي كمان المنظومة أو منظومة الشحن بتاعتي اللي هي بتبدأ بفحص التقاوي قبل ما أنها تخش مصر يعني لو أنا عندي تقاوي هجيبها من برا لحاصلات جديدة يتم فحصها يتم قبل ما تخش قبل ما تتزرع يتم رصد الاستخدامات بتاعت المبيدات إلى آخره وبالتالي يبقى أنت في عندك هنا بقى منظومة الشحن التصديرية كده أصبحت محكمة